اشتركوا في القناة اخوة العزاء ان فيه ناس كتيرة جدا مننا عندها ازمات مادية وطبعا فيه ناس عندها امنيات نفسها تتحقق والمادة هي اللي موقفة تحقيق الامنيات دي ففيه بعض الاحلام او بعض الرموز اللي بتظهر في المنام وخاصة لو ادركنا الرموز دي او الاحلام دي في الايام المباركة اللي احنا فيها فدي بتكون بشارة لنا واعلامة على ان الازمات المادية اللي بنمر بيها هتنتهي ان شاء الله اخوة العزاء هنتكلم عن الرموز دي والاحلام دي بالتفصيل ولكن قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو احب عليكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الانشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحبب فصرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه والرد عليه في اسرعات اول حاجة اخوة العزاء من الرؤى المهمة جدا رؤية التوص كتير جدا من المفسرين فصروا رؤية التوص على انها تشير الى الحظ السعيد والحصول على الاموال وغالبا يعني لو عليك دين او عليك مثلا في مشروع انت دخله فدي بتكون اشارة مهمة جدا الى ان في خير وفي حظ كويس جدا في المشروع اللي انت مقبل عليه كمان اخوان عزاء من الرؤى المهمة رؤية الفراولة الفراولة تدل على امتلاك العقارات والاراضي وتحقيق الامنيات ايضا كمان اخوان عزاء الموز يشير الى الصروة والاموال الوفيرة يعني لو رأيت موز في المنام دي من العلامات المهمة جدا اللي بتكون اشارة على الاموال القادم ايضا من الرؤى الجميلة جدا رؤية الحزاء الحزاء اخوان عزاء في كتير جدا من الاحيان بيدل على تحقيق الامنيات وخاصة للمرأة يعني المرأة لو رأيت ان هي بترتدي حزاء جديد ده بيكون خير لها سواء بزواج او بانجاب او بتحقيق امنيات او ان هي بتحصل على اموال قادمة ايضا الحزاء بيدل على السفر وطبعا السفر بينتج عنه ربح كمان اخوان عزاء ممكن شراء الحزاء في المنام يدل على اموال قادمة عن طريق مثلا تجارة او مشروع مربح ايضا اخوان عزاء من الرؤى المهمة جدا رؤية استلام الرسائل في المنام يعني ايه استلام الرسائل يعني ان انت ممكن تشوف مثلا شخص جاب لك رسالة بالبريد او ان فيه رسالة جات لك على الموبايل بتاعك فدي بتكون انشارة مهمة جدا الى تحقيق الامنيات والى الاموال القادمة وممكن تكون اخبار كمان مفرحة لو انت منتظر خبر في الايام دي فاعرف ان فيه خبر مفرح قادم ليك ان شاء الله وتطمن ولما نشوف رؤية من الرؤى اللي بنتكلم عنها دي تؤمن انهم تصلي ركاتي لله وتدعي ان ربنا يرزقك الخير بتاعها باذن الله كمان اخوان عزائق من الرؤى المهمة جدا اللي هي بتدل على الرزق والاموال رؤية الجحش ورؤية الخيل طبعا اخوان عزائق رؤيتين دولة او الحيوانان دولة بالذات مدلين على الرزق الوفير والرزق الواسع ان شاء الله وخاصة لو رأيت نفسك ان انت بتمتطي الخيل او ان انت بتمتلك الخيل عندك كذا خيل يعني في المنزل بتاعك او في الحديقة بتاعتك فدي اشارة مهمة جدا اخوان عزائق على ان في اموال قادمة وفي رزق وفير قادم باذن الله ايضا من الرؤى المهمة جدا رؤية الطيور الطيور زي العصفير مثلا زي الحمام زي زي ما قلنا الطيور البلدي اللي احنا بربيها في بيوتنا زي البط والفراق والحاجات دي فيكلها بشرات وعلامات على الرزق الواسع والرزق الوفير كمان اخوان عزائق رؤية ان انت قاعد وسط مجموعة من الناس والمجموعة دولة مقدرينك او مخلينك انت الكبير بتاعهم او انت مسلا قدوة بتاعتهم دي اخوان عزائق علامة مهمة جدا على انك مسلا هتحصل على ترقية او منصب او انك مسلا هتكون مميز في شيء معين انت مقبل عليه يعني مسلا لو انت متوظف في وظيفة معينة او في شغل معين انت هتكون مميز في الشغل بتاعك ده لو انت مسلا تاجر او بتسعى لتجارة ومقبل على التجارة اعرف على طول ان الرؤية اللي جاية ديت بإذن الله تشير الى انك هتكون مميز في التجارة بتاعتك ومعنى ان انت مميز يعني كده ان انت هتحصل على اموال عالية جدا بإذن الله ايضا اخوان عزائق خلع الستاير من المنازل كده او من الحطان انت بتشوف تخلع السطرة وبتركب سطرة جديدة دي علامة على تغيير الاحوال سواء كنت رجل او امرأة وخاصة هنا النساء طبعا لان هما مرتبطين بالستاير اكتر فممكن يشوف ان هما مثلا بيغيروا السطير او بيفتحوا السطير دي علامات مهمة جدا على الحصول على اموال والحصول على رزق قادم ايضا اخوان عزائق المجوهرات والزهب مثلا او الالماز او الحلية عموما رؤية جميلة جدا تشير الى رزق قادم ورزق واسع وطبعا رؤية الحلية بتختلف من شخص لاخر يعني مثلا في اوقات بتتفسر رؤية الحلية على انها في اموال قادمة وفي اوقات بتتفسر على انها انجاب او في اوقات ايضا بتتفسر على انها يعني ارتباط لفتاة عزباء وطبعا ده على حسب الشخص اللي بيشوف الرؤية هل ان هي فتاة عزباء ام ان هي امرأة مثلا متزوجة او امرأة مطلقة كل شخص زي ما قلنا بيقول لي تفسير معين فهي عموما رؤية المجوهرات والحلي وارتداء الزهب رؤية جميلة جدا تدل على تحقيق الامنيات وتدل على الخير والرزق القادم باذن الله ايضا اخوان عزائق من الرؤية المهمة جدا رؤية الصلاة طبعا رؤية الصلاة ده رؤية جميلة جدا في كتير من الاحيان بتدل على صلاح الاحوال بتدل على انك مقبل على شيء خير جدا والشيء كويس جدا بتدل على انك قريب من ربنا سبحانه وتعالى وطبعا لو انت مثلا في ضيق او في ازمة مادية ورأيت نفسك ان انت بتصلي او بتتوضع وبتستعدل الصلاة ده علامة مهمة جدا على انك مقبل على خير ومقبل على رزق فاعلم اخي الكريم واختي الكريمة ان لو شفتوا نفسكم بتتوضوا او بتختسلوا وبتصلوا وطبعا لو انتوا بتدعوا اثناء الصلاة ده بتبقى حاجة جميلة جدا وحاجة كويسة جدا تدل على تحقيق امنيات وتدل على الخروج من الازمات والفرج باذن الله تعالى ايضا باذن الله رؤية المهمة جدا القادمة ديت رؤية تدل على الشفاء من الامراض وتدل على التجارة المرباحة دي رؤية الطمر اخواني الاعزاء انك تشوف نفسك مثلا بتشتري طمر او بتبيع طمر اشارة الى رزق وتجارة مرباحة ولو شفت نفسك بتاكل الطمر او بحد بيهديلك الطمر فابشر اخي الكريم واختي الكريمة بانتهاء فترة صعبة في حياتك او انتهاء ازمة مدية او انتهاء مرض اعزاكم الله كمان اخواني اعزاء تنظيف الاسنان وغسلها من الاوساخ ومن المكروبات طبعا انت تشوف نفسك بتغسل اسنانك في المنام ده حاجة كويسة جدا ترشير الى زوال الهموم وزوال المشكلات باذن الله اتمنى اخواني اعزائي ان الفيديو يكون اعجابكم ان تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الانشاءات ليصلكم جميع في دياتنا مستمرار وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته